تحية طيبة لكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الاقتصاد وضيفي في حلقة اليوم هو الدكتور نبيل غلب الخبير في الاستثمار والتنمية وريادة الأعمال وأيضا الرئيس المدير العام للزيتون تمكين تونس أهلا ومرحبا بك دكتور أهلا بك أستاذ خالد وشكرا على استضافة أهلا وسهلا إذن كما أشرت إلى ذلك أنت رئيس مدير عام للزيتون تمكين مؤسسة للتمكين الاقتصادي بآلية التمويل الأصغر انطلقت هذه التجربة قبل عامين لكم شركاء دوليون كيف جاءت فكرة تأسيس هذه المؤسسة؟ نعم مؤسسة زيتون تمكين في البداية حقيقة أردنا أن نؤسس منذ فجر الثورة التونسية بنك من لا بنك له ونقصد بهذا بنك لكل فئات الهشة المقصد من النظام المالي عامة والنظام المصرفي خصوصا وستضمنا ببعض العراقيل فقررنا أن نذهب إلى قانون التمويل الأصغر وأن نؤسس مؤسسة في هذا المجال وكانت أول شراكة استراتيجية في هذا الإطار بين البنك الإسلامي للتنمية صاحب الفكرة ومصرف الزيتونة فتأسست مؤسسة زيتون التمكين ثم انضم شركاء آخرين من ذوي الثقل على المستوى الوطني والدولي ونقص بذلك صناديق دولية وصناديق سيادية مجموعة تجارية من ذوي الثقل وأسسنا هذه المؤسسة التي تهدف بالأساس إلى التمكين الاقتصادي للشباب وكذلك تعزيز روح المبادر الخاصة ودفع الانتصاب للحساب الخاص أو ما يعبر عنه بالتشغيل الذاتي تحدث عن التمكين الاقتصادي ما هو تمكين الاقتصادي؟ التمكين الاقتصادي هو حقيقة مفهوم قديم جديد وعرفه البنك الدولي كأنه توسيع قاعدة الأصول وتطوير قدرات الفئة الهجة في التفاوض والتأثير والتحكم وامتلاك مؤسسات مسؤولة يكون لها الأثر في تغيير حياة هؤلاء الناس هذا التمكين الاقتصادي الهدف منه بداية هو الانتقال من مقاربة الإغاثة والمساعدة التي أرهقت المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة التي أصبحت الآن عرضا لانكماش اقتصادي كبير لم يصبح لها المقدرات الكافية لمجابهة كل هذه النزاعات وكل هذه العدد اللاجئين المتزايدة يوما بعد يوم إلى مقاربة جديدة هي مقاربة الدعم والتنمية أعلمني كيف أصدد سمك ولا تعطيني سمك هذه المقاربة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن نغير من نظرتنا أو من معاملتنا لكل هذه الفئات الهشة وأن نعتبرهم شركاء حقيقيين في التنمية وفاعلين أساسيين فيها ماذا يقتضي هذا الأمر؟ يقتضي أن نوفر لهم فرص اقتصادية قوية حقيقية ذات قيمة مضافة وأن نوفر لهم البنيات التحتية اللازمة فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق والتنقل وكذلك أن نوفر لهم التمويل الملائم لإنشاء مشاريعهم فالتمويل عندنا هو حلقة من الحلقات المهمة في التمكين الاقتصادي وليس هدف في ذاته وبالتالي نحن نتكلم هنا على شمول اقتصادي وليس شمول مالي إذن الأبعاد التنموية حاضرة بقوة في صلب استراتيجية هذا النوع من المؤسسات وخاصة في المناطق الهشة المناطق التي حرمت من التنمية المناطق الداخلية مثلا في تونس نعم الأبعاد التنموية التمكين الاقتصادي هو خادم للتنمية هو مرتبط بالتنمية ارتباط حقيقي لو أتكلم على التمكين الاقتصادي يخدم في 11 هدف من الأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقها المجتمع الدولي وتبناها المنتظم الأممي منذ 2015 وجعلها 2030 كحي الزمني أو كتاريخ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لما نتكلم على القضاء الفقر لما نتكلم على فرص متكافئة العمل لما نتكلم على تمكين المرأة لما نتكلم على القضاء الجوع لما نتكلم على الصحة السليمة هذه كلها أهداف مباشرة وغير مباشرة للتمكين الاقتصادي لفئة الهشة وللشباب العاطل على العمل كذلك هذا التمكين الاقتصادي هو دعامة استقرار سياسي واجتماعي مهم جدا وأعطيك مثالا على ذلك نحن قمنا بمشروع مهم جدا في الشمال الغربي بتنفيذ من منظمة التمكين التنمية التي أرأسها وبتمويل من المنتظم الأممي وبالتحديد صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهذا مشروع ريادة الأعمال من أجل إدماج ومشاركة الشباب في تونس يهدف بالأساس إلى تبيان أن التمكين الاقتصادي يمكن الشباب من البقاء في مناطقهم ويمكنهم بأن يكونوا أكثر حصانة ضد التطرف والغلو والهجرة السرية والأفات الاجتماعية والجريمة المنظمة وغير ذلك وبينا بصفة علمية أن 1200 شاب اليوم ممن دربناهم وعطيناهم فرص اقتصادية أصبحوا يساهمون في مجتمعاتهم وأنشأوا 13 منظمة غير ربحية وأنشأوا 8 تجمعات للتنمية الزراعية وهؤلاء الناس 60% منهم شاركوا في الانتخابات البلدية و40% منهم ساهموا لأول مرة أو استعملوا لأول مرة حقهم المارسوا حقهم الانتخابي لأول مرة فهذا ما يفعله التمكين الاقتصادي في الجهات وهذه المقاربة أعتقد أنها أكثر نجاعة وأقل كلفة من المقاربة الأمنية ومقاربة العصاء الغليظة خاصة وأن الدول اليوم تجابه هذه المشاكل الاجتماعية باستمرار فلو لم نجد حلا جذريا مستداما لهؤلاء الناس سنذهب في ثورات أخرى وسنعدموا الاستقرار الاجتماعي إذن دكتور هذه المقاربة مقاربة التمكين الاقتصادي قابلة لتصدير إلى دول أخرى بعدما أثبتت نجاحها في تونس وكما أشرت إلى ذلك كان هناك إقبال كبير خاصة من طرف الشباب على هذا النوع من التجارب نعم مقاربة التمكين الاقتصادي هي في البداية لم تبدأ في تونس هي كانت مقاربة طورها البنك الإسلامي التنمية وأطلقها في عدد من الدول الأعضاء في شكل برامج في فلسطين في البينين في السودان وفي جيبوتي ثم في تونس ولكن كانت تونس أول محاولة لمأسسة هذا النموذج وجعله في مؤسسة وراكم فيه الخبرة ليكون نموذج قابل للتطوير والتدويل في دول أخرى التمكين الاقتصادي اليوم لكي يصبح تجربة قبيلة للتصدير لابد له من ثلاثة مقاومات رئيسية الأول هو لابد من حجد الموارد والشراكات الفاعلة من أجل حجد موارد أساسية لازمة خاصة وأن مستلزمات العالم العربي في مجال التنمية المستدامة يقدر بـ 220 مليار دولار سنويا فهذا عمل الجهات المانحة وعمل الحكومات وعمل المجتمع المدني والقطع الخاص ثانيا لابد من أذرع تنفيذية مثل مؤسسة زيتون التمكين تقوم بهذا العمل على الميدان وثالثا لابد من بيت خبرة يراكم هذه الخبرة ويعطي الأنظمة وأدلة الإجراءات ويؤسس لمحفظة كبيرة جدا من المشاريع مشاريع التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تكون مشاريع سلسلة قيمة أو مشاريع قطاعية أو كلاسترز وهي مشاريع اليوم تنقل إلى دول أخرى مع مراعاة طبعا الجانب المحلي أو الخصوصية المحلية لكل بلد إذن يمكن أن يتم تصدير هذا النوع من التجارب إلى دول أخرى نحن أردتها مفاجأة ولكن أنا مجبر اليوم لأعلن عنها ولعل سكوب للفرانس 24 أزيتوني تمكين اليوم أول تجربة لنقل تجربتها تمت بالشراكة مع أكس بارتيز فرانس ونحن في باريس الآن لتأسيس مؤسسة شبيهة في ليبيا بالتعاون مع بنك محلي في ليبيا إذن مؤسسة جديدة في ليبيا نعم ولنا محادثات كذلك مع شركاء في غرب أفريقيا ومع شركاء في أفريقيا جنوب السر على الرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد يمكن أن تنجح هذه التجربة نعم ونريد أن نكون أول مؤسسة عاملة في قطاع التمكين الاقتصادي والتمويل الأصغر تصدر تجربتها في العادة في تونس وردنا التجارب ووردنا المؤسسات ولكن نريد أن نكون أول مؤسسة وطنية تصدر تجربتها إلى الخارج تحدث عن البنك الإسلامي لتنمية أكبر بنك في العالم تم اختيارك من بين الخمسين شخصية الأولى في العالم الأكثر تأثيرا في مجال المالية الإسلامية من بين خمسمائة شخصية كيف قاومت البنوك الإسلامية العرقيلة التي مرت بها المالية الإسلامية والأزمات التي مرت بها هل الدول العربية الآن لها إقبال كبير على هذا النوع من المالية؟ نعم أنا لو تسمح لنظرة خاصة في تسمية المالية الإسلامية أنا أراها أنها مالية إنسانية أولا أنها اجتمعت فيها القيم التي قامت لها من الإسلامية مجتمع فيها كل الديانات السماوية تجتمع فيها كل الديانات السماوية تسمية المالية الإسلامية بما سميت عليه لهذا لأنه كان المسلمين أو الناس من الشرق الأوسط ومن مصر هم من نفخوا فيها الروح في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ولكنها تحتوي على قيم إنسانية لا يختلف فيها أثنان أين كان الجنس والعرق والبلد إذن أتمنى أن تسمى مالية تشاركية لو أعيد إليه الأمر قد يختلف معي البعض وقد يتفق المالية اليوم الإسلامية هي في نمون مضطرد اليوم نتكلم على مالية تنمو برقمين منذ بداية القرن الواحد والعشرين في العشرية الأولى تنمت هذه المالية بين 25% و 35% في العشرية الثانية تنمو بين 15% و 25% أو 20% وبالتالي قليل هي القطاعات التي تنمو برقمين على مدى 20 سنة بطريقة متواصلة حجم الأصول في هذه المالية تخطى حاجة 2.5 ترليون دولار هي مالية موجودة اليوم في أكثر من 75 دولة الغير المسلمين قبل المسلمين سوق السندات أو ما يسمى بالسكوك الإسلامية ينمو بتقريبا بـ 20% 80% من حامل سندات هذه السكوك الإسلامية هم من غير المسلمين هذه المالية اليوم عليها إقبال كبير وهذا حسب أحصائيات البنك الدولي وحسب تقرير تومسون رويتوس وحسب تقرير البنك الإسلامي التنمية أعطيك مثلا على ذلك في تونس أكثر من 90% من العينة التي تم استجوابها عندها سامباتي عندها اليوم قبول كبير لأدوات المالية الإسلامية قدر التلب في تونس على التلب الحقيقي على منتجات المالية الإسلامية بين 25% و40% في المغرب الشقيق كذلك 99% من المغاربة عندهم استعداد في التعامل مع البنوك الإسلامية إن وجدت وهذا والبداية كانت حقا موفقة جدا في المغرب 40% كذلك من الجمهور العربي أو من العرب لا يتعاملون مع البنوك التقليدية لأسباب عقدية ودينية هذه حقائق وليس التخمينات وبالتالي فرص النمو لهذه المالية كبيرة جدا إذا نظرنا اليوم نجد أن هذه المالية أصبحت تدرس كمناهج وأصبحت فيها شهادات في الدول الغربية قبل أن تكون الدول العربية والإسلامية جامعة هارفارد جعلت كرسي للبحث وجعلت برنامج في الإسلاميك فاينس جامعة دورهام في بريطانيا، استرازبورغ في فرنسا، باريدوفين في فرنسا كلها عملت شهادات في هذا المجال وهذا ما يدلل على أهمية هذه المالية هذه المالية الإسلامية هل برأيك ستشكل منافسة للبنوك التقليدية أم ربما سيكون هناك تكامل مع هذه المصارف التقليدية أنا لا أعتقد أنها ستشكل منافسة للبنوك التقليدية أعتقد أن الطلب على هذه البنوك حقيقي وأعطيك مثالا من تونس مصرف الزيتون اليوم بعد سبع سنوات أو ثمانية سنوات من العمل أصبح يسيطر تقريبا على حصة سوقية بخمسة في المئة من السوق التونسي بأكثر من 125 فرع لو لم يكن الطلب موجودا لما كان المصرف أن يتموقع في السوق بهذه القوة شكرا جزيلا لك ونتمنى لك كامل التوفيق دكتور نبيل غلب وذكر أنك خبير في الاستثمار والتنمية وريادة الأعمال وأيضا الرئيس المدير العام لزيتونة تمكين تونس شكرا لك شكرا لك أستاذ خالد وشكرا لكم أنتم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة من ضيف الاقتصاد أخبارنا وبرمج المتوصل على فرنزانكات خلال لقم